اهلا بكم في حلقة جديدة من هاشتاك بتحبوا من؟ كورونا هكذا هتف بعض التلاميذ في المغرب بمجرد اعلان الحكومة عن اغلاق المدارس كاجاء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد لنشاهد هذه الفرحة تشاركها الكثير من التلاميذ وطلاب الاخرين في مختلف الدول العربية لكن سرعان ما تغير شعورهم لسيما بعد ان علموا بان عليهم استكمال الدراسة ولكن عن بعد هذا الامر يجري على ثمانين في المئة من طلاب العالم حاليا بحسب منظمة اليونسكو مليار وسبعة وثلاثون مليون طالب لا يذهبون الى مدارسهم بسبب الحجر الصحي هناك تطبيقات كثيرة يمكن استخدامها للتعلم عن بعد مثل تطبيق مايكروسوفت تيمز سيسو جوجل كلاسروم وبلاكبورد لكن هذه التطبيقات ليست منصات رقمية موحدة خاصة بوزارات التربية والتعليم إلى حين انتهاء الحكومات من إنشاء هذه المواقع الإلكترونية قام البعض بإيصال المحتوى التعليمي عبر تصوير شرح المعلم وبث الفيديو على القناوات كما يوضح هذا التقرير لقناة دزم المغربية أو عبر تسجيل شرح المدرس نوع جديد من العلاقة ينشأ بين المعلم وطلابه من المغرب ينضم إلينا الأستاذ مصطفى العلوي أهلا بك على فرانس 24 بداية شهدنا فيديو الطلاب أو تلاميذ المغاربة وهم يحتفلون بإغلاق المدارس هل ما يزال هذا الشعور مستمرا معهم حتى الآن؟ فعلا في البداية كانوا تلاميذ ماشيهم كانوا يتمنوا أنه يتوقع العملية في التوقف ولكن بعد ما تصلنا بهم بالدروس الاستيرادية اللي يفقنا بها لاحظنا التدمر ديالهم من هذه العملية وأنهم الآن شبعوا ما يكفي من الراحة ويريدون العمل نتمنى أن تزيح هذه العزمة هذا الحل التعليم الإلكتروني يظهر فجوة رقمية بين الدول سواء بين الدول أو بين المناطق المختلفة داخل الدولة نفسها ماذا تقدم الدولة المغربية والحكومة المغربية للمناطق النائية التي لا يتوفر فيها الإنترنت مثلا؟ المناطق النائية الوزارة الآن علمت على واحد بلاك علمات فيها لأنه الشركة العاملة في مدى الاتصال قررت سماح التلاميذ بالولوج بالمجال وبصفة مؤقتة إلى جميع المنصمات منصات علمية المغربية شكرا جزيلا أستاذ مصطفى شكرا أستاذ على الضيابة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة